الكتاب صديق لا يخون والشعر جمال محبب للقلوب فعاليتان ثقافية وفنية شهدتها مدينة المكلة تزامناً مع فعالية اليوم العالم للتطوع تمثلتها في إقامة معرض للكتاب وأمسية شعرية احتضنتها ساعة نادي متطوعون بالمكلة المزيد في هذا التقرير وخير جليس في الزمان كتاب إيماناً بعظمة الحرف ومكانة الكلمة هنا يظهر معرض للكتاب تزامن تنظيمه مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع ليعيش زواره رحلة ثقافية بين أحضان الخيال والأحلام والأفكار والأدب وتشجيعهم على حب القراءة وأهميتها بمشاركة عدد من متاجر الكتب ومحبه بمدينة المكلة سمعنا عن فعالية متطوعون وحبين نشارك في الموضوع طبعاً سوينا ركن لمبادرتنا مبادرة سراج المبادرة تهدف لأنها تعيد مرة ثانية حب القراءة للأشخاص وتستهدف أماكن معينة تحديداً من ضمن هذه الأماكن اللي هي السجون بشكل أساسي جداً ماكن الانتظار طويلة تهرم القلوب كما تهرم الأبدان إلا قلوب الشعراء والشجعان أمسية شعرية فنية جمعت بين تاريخ قديم ممزوجاً بواقع معاصر صمت الحضور مستمعين لتلك الكلمات في لحظة انسجام أبرزت في ثانياها أن الشعر ديوان العرب والشعر مع العرب ألف ديوان وديوان شاركت بقصيدتين قصيدة فصيح وقصيدة نبطي من الشعر العامي وعنوان القصيدة الفصيح عنوانها شهر وآذار وقصيدة النبطية هي على جنح الأمل فكانت هذه القصيدة التي هي على جنح الأمل تعطي حياتي أو كيف مرحة دراستي في الجامعة وتخرجي هاتين الفعاليتين الثقافية الفنية التي نظمتها مؤسسة متطوعون لها أثر كبير على حياة الفرد ذاته والمجتمع حوله فبالقراءة يبصر العقل والنور وينما الفكر والشعر مصدر للمعارف الإنسانية ويعاء ثقافي لا غناء عنه وحام عرين اللغة العربية وإرثها